واخيرا امتهى الانتظار انتظار دام 4 سنوات اليوم نبدأ وإياكم بطولة جديدة مباراة الافتتاح لأكبر حدث رياضي على مستوى العالم كأس العالمي الذي يتبع منتخبات من كل قارة في العالم بطولة توحد الشعوب الكل يتابعها بطولة تخطف الأضواب تأثر القلوب وشاكرة القدم بطولة يحلم أن يشارك فيها كل لعب الجميع يريد أن يترك بصبة في هذه البطولة الكبيرة هذه هي متعة كرة القدم الأتواء المشتعلة في المدرجات كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين أن يكون جزء من هذا الجنون أين أنتم لماذا لم تحضروب لتعيشوا هذه الأتواب أوه شيء غير عادي يا جماعة والآن مع النسيد الوطني للفريق الآخر ترجمة نانسي قنقر 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 رومين دياز يحاول لعب الكرة إلى الأمام احتكاك بدلي كبير امتحام قوي بين اللاعبين هنا الحكم يطلق صافرتها لأكل احتساب خطر ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار اندار شفايل الله مرناندو سيلبا روبين نيفس كرة جميلة فرصة للتزديد البرتغال يعتمد على الظاهرين في خلق زيادة عدلية في اليجون بالتالي يضغط الخصم في مناطق خطة تحتاج إلى ظاهرين عصريين بإمكانيات بدنية وفنية عالية بمعارات عالية حتى تتمكن من تطبيق مثل هذه الخطط على أغلية الملعب وصلت إليه فرويلون روكنية وركنية أولى في اللقاء يلعب الكرة مباشرة تنقر لأنت المساء ليس في هذه المرة فراجات فائدة على المرمى مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف رومين دياس زكريا الكرة ملعوبة من مسافة بينية جميلة هادري سيلفا هادري سيلفا هدف بورتغاري لم تتبهد لك إمكانيات العالية إنها راية جدا لأجبر لعب الكرة بكل هدوء بسبب إمكانيات عالية جدا بلمسة حريق تتبعني على المنسائة نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء قد تكون هذه فرصتهم ويامور يلعبها لمنطقة الخطر عامل كل شيء تحرك بشكل رائع استقبل كرب لكنه في الأخير فشرة في التسجيل ممتاز في التبرير يستعد الكربة سديدة من أول لمسا تصدي رائع جدا من الخارس القاد ممتاز من جارب حال نهاية الشوط الأول من هذه اللقاءات نتيجة الشوط الأول بالتأكيد لا تسعدهم الآن سنتأكد من قوة رغبته وقدرتهم على التعامل مع المباراة بشكل دين هل من عودة في الشوط الثاني؟ سننتابع معاً أحداث الشوط الثاني؟ سويسرا لا يجب أن يفقد أعصابها لأنه لم يخسر رهانة بعد ما زال أمامها 45 دقيقة قادر فيها على التعويض على العودة يتوقف اللعب في هذه الأثناء مع أيضاً مع إدرا تغير مخالفة واضحة جداً ما كل أخرى يحتسب الحكام يوبعدها على الملاطق الخطورة الحكام يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة من الواقع جداً جودة الفريق في التمليل اعتقد أنها بالفعل المخالفة لا يتفق مع ربما حكم مباراة يطلق صافر تنام يسجد عرض الله لمسا استثنائية ضدت من عائل الآخر إنها لحظة من لحظات الإبداع والإمتاع في عالم المستديرة وضح هذه اللعبة بنا وراءتها عند محارة كبيرة سألها في ترجمة النقر الكرب إلى هدف بكل دربة وكان يعرف أساني كلها بشكل جيد حطها بشكل رائع في الشباك هدفين مقابل لا شيء واضح جداً للجميع بصراحة بمجريات هذه المباراة تقريباً يمكن القول أنها في اتجاه واحد روبين دياس جواو كامسلو بيني يرايع كرة تمر أدري سلفا أدري سلفا كرة يحاول مجدداً أرجو أن يدى ربين اغراض بشكل جداً أجهد محضوب الفرصة الخضيرة جداً أكيد محبط على ضيع هذه الفرصة على فريقه كانت فرصة ثانية على التسجيل كرة إلى الأمام تمريرة جميلة مساحك أوندريس إلغان والسلام مادا كبير جداً في مغارات اليوم ينجحون في إضافة هدفها توقيت مثالي للتحرف في السباكرة ضرم خط الدفاع لم يقع في التسلم التوقيت هو مفتاح هذا الهدف مرمى تنوخ أوندريس إلغان يونكدر على التنائية سويسرا يقوم بتغيرات بالجملة هنا تستمر المباراة والنتيجة أمامنا ثلاثة أهداف مقابل لا شيء تدخل قوي قد يكون لها أثرف تانكلينغ سليم قانوني يتسبب في احتساب أبو خالق نطاق صفراق سليم الحكام روبين دياس سرعة غير عادية ودقة في التمرير البرتغال يحافظ على كرة هنا دانيلو بيريرا روبين دياس تغيير الملعب بشكل إيجابي للأمام يبحث عن المهاجن بارغاس دانيلو بيريرا يستقبل كرة في وضعية ممتازة كرة عودية ومتصف القصود يسلم ومجع في تسجيل الغداء سيطرة تامة بالطول والعرض يلعبون كرة القدم التي يريدونها الخصم تقريبا لا يمكننا أن يفعل شيء يبدو مستسلم تماما واضح أن هناك عمل من المدرب بخصوص الفرق بريسك العالي على خصم في هذه المناطق مباراة للخلق فرص أخطر على المرأة مباراة للتاريخ هنا صراحة مباراة للتاريخ هذه مباراة لن ينساها يتلعب الجميع في الميدان هذا الحريف ولا تغير سيتم مع توقف الكرة يطلق الحكام صافرتها معلنة نهاية المباراة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر